الالغام فاتورة الحرب المفتوحة ولعنتها التي تمتد إلى أجيال أخرى تعتمد ميليشيا الحوثي في حربها مع قوات السعادة الشرعية على زرع كميات هائلة من الالغام لمنع التقدم نحو مناطق سيطرتها تزرع الميليشيا الالغام بطريقة عشوائية وبلا خرائط وهو ما يصعب عملية نزعها قبل الانفجار بالمدنيين الألاف من الألغام والعبوات الناسفة والمموهات المصنوعة يدويا تزرعها ميليشيا الحوثي في الطرقات والحقول والصحاري والمباني المهجورة والمدنيون ضحيتها الأكثر قتلى وجرحا وأطراف مبتورة وتشوهات ملازمة مدى الحياة منظمة أطباء بلا حدود في آخر تقرير لها حثت السلطات والمنظمات المتخصصة على تعزيز عمليات نزع الألغام لخفض عدد الضحايا في المناطق المدنية مشروع مسام المتخصص في نزع الألغام أعلن أن فرقه الهندسية نزعت خلال الأسبوع الثالث من يناير الجاري 2106 ألغام وقذائف غير منفجرة و5698 خلال يناير الجاري ووصل مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع في يوني الماضي حتى الثامن عشر من يناير الجاري 37333 تنوعت بين ألغام وعبوات ناسفة وذخائر غير منفجرة يواصل خبراء نزع الألغام أعمالهم في ظروف صعبة بلا خرائط ما يعرض حياتهم للخطر يسقطون ضحايا في سبيل تأمين حياة المدنيين قبل أيام قتل خمسة خبراء أجانب من مركز مسام بانفجار ألغام في مقر المركز بمأرب وسبق أن قتل أيضا خبر نزع الألغام العقيد مهندس طاهر حميد رئيس شعبة الهندسة العسكرية في محور تعز وقع ضحية لغم بعد أن بح صوته على منصة المساء اليمني وهو يطالب الشرعية والمنظمات والتحالف بضرورة الدعم بأجهزة نزع الألغام ودعم برامج توعية المدنيين منها نقوم بالتفتيش عليها في المناطق المحررة بواسطة الأجهزة المتيسرة معنا ونقدر أن نستخرج منها ولم نستطيع نقول أن ننظفها ونطهر المنطقة حتى نعلن المنطقة مطهرة نهائيا لأن الألغام هي كثيرة جدا ومختلفة الأشكال والأنواع ولهذا نحتاج إلى بعض الأجهزة ونحتاج إلى كوادر كثيرة حتى أننا نستطيع أن ننشرها في كل المناطق المتأخمة بالألغام لا يتوقف خطر الألغام الحوثية على المدنيين فحسب بل يمتد إلى استهداف الملاحة البحرية والمصالح الدولية عبر زرع الميليشيا للألغام البحرية في البحر الأحمر التي تستهدف السفن وقوارب الصيد تواصل ميليشيا الحوثي بألغامها تجريف حاضر ومستقبل اليمن ومصالحه الاستراتيجية انتهاك وجرائم بحق المدنيين وتجاوز صارخ لمعاهدة حضر الألغام لعام 1997 التي يعد اليمن طرفا فيها